وبعد ما قال الكلمة دي كلهم جريوا على برة وكل واحد في خوف يملى بلد بحلها وراحوا المستشفى وحسن قال بخوف عمر فان ايه اللي حصله انا محتاج حد يجو يفهمني انا هروح واشوف في ايه وان شاء الله كله هيبقى بخير ان شاء الله وهو هيبقى كويس يصدقني يا رب يا رب يا حامد يسمع منك ربنا والنور كانت في حضن امها وعمالة عيات وتدعي بينها وبين نفسها وتقول يا رب يا رب نجيه يا رب نجيه من اللي هو فيه يا رب سعده يا رب ده انا ما صدقت احد يمسك بيدي يا رب وقفات ما بصت لها وقالت ما تقلق اشي قلب امك ان شاء الله هيبقى كويس يا رب يا ماما يا رب بجد مش قدر استحمل لو حصل له حاجة اهدي يا بنتي اهدي احنا لسه معرفناش هو في ايه وان شاء الله كل خير يا رب يا ماما وفضله في حالة من التوتر وهي عمالة دعوة تقول اللهم انت العلم بالحال والغني عن السؤال ايش فيه يا رب وفضله نص ساعة لغاية ما الدكتور طلع وقال طامنوا يا جماعة الحمد لله هو كويس شو قاية روتوش بس وكلمات وهو الحمد لله منعته وبنيانه قوي جدا هو هيبقى بخير وبعد ما اطامنوا بدأ يشكروا ربنا على نامة انه بقى كويس ودخلوا لي وهي كانت عنيها عمالة تفحصه وتشوف وجعه فين ودمعها تنزل وحسن قال الحمد لله جاءت سالمة يا عمر ربنا يبارك فيك يا ابني وتؤمننا بالسلامة الحمد لله على كل حال يا جده ان شاء الله هكون كويس وبخير ربنا الجاني وان شاء الله هيش فيني ومش عايزكم تقلقه الحمد لله انا كويس انا كويس قدامك هو ويفضلوا يتكلموا معاه وهي يعنيها علي وبتبصوا له بقلق لغاية ما عمو صالح جاء وقال الحمد لله الدكتور سمح بالخروج وقال يمشي على العلاج وهو هيبقى كويس وهيبقى ميت فل وعشرة خلال كام يوم الحمد لله الحمد لله على كل حال وعد الوقت وروحوا البيت وهو راح قطو يرتاح وينام وهي كانت في القوضة بتاعتها وتعبانا هو مش قادرة نام الا لما تطمن عليه وقالت لا بجد بجد مش هقدر اتحمل بجد مش هقدر انام طول ما انا مش قادرة تطمن عليه يا رب ساعدني اعمل ايه والباب خبط وتوترت وبطعليها في الوقت ده مين وجه صوته هو بيقول انا جدك حسن يا بنتي افتحي وجريت على الباب وفتحته جده حبيبي في حاجة اه فيه تعالي معايا معاك معاك على فيه تعالي معايا نشوف عمر علشان يعني لو محتاج حاجة انت تساعديه فيها انت عارف ان انا مقدرش اعمل حاجة لنفسي وكانت طيرة من الفرحة ومش عارفة تقول ايه اهي اهي جات لغيت عندها واخدت نفس طويل والد اهم اهم حضر يا جده ومشيت معا جدها لغيت القوضة وهي قلبها يتير من الفرحة وخبطه ودخله وكان عمر قاعد على السرين وبيقرأ في القرآن وانا اللي كنت فاكر هاجي الا اكنايم والله يا جدنا كنت نايم وقمت عشان اصلي القيام واقرأ شوية قرآن عادة ربنا ما يقطعها فيا وبعدين الحمد لله كويس قوي ومش فيا حاجة تستدعي ان ما قمش اصلي واقرأ قرآن بارك الله فيك يا شيخ عمر انا جاي اتطمن عليك انا وبنت عمك وخطيبتك يا ابني وحطت رسها في الارض بكسوف وما كانتش عارفة تقول ايه وحسن قال ما تقعد يا بنتي حمد الله على سلامتك يا عمر الله يسلمك يا نور وقعد حسن يتكلم شوية وبعدها قال ها امنا بقى هنام وانتو كملوا حواراتكم دي يلا بقى تصبح على خير يا حبيبي وقام وهم فضلوا عادين فنور قالت جدوا قام فانها امنا كمان وابتسم بهدو وقال ممكن تخلك شوية نتكلم ليه في حاجة اه في شوية حاجات محتاجة تكلم معاك فيهم بحكم اننا مخطوبين وبكرة كانت بكتبنا ان شاء الله انت تب تقول ايه كانت بكتب مين كانت بكتبنا انا بصراحة بعد موافقتك اننا نتجوز قلت خير والبر عاجله ونتخطف فترة وبعدها نتجوز بس بعد اللي حصل ده قلت لا انا مش هكون مرتاح وخصوصا انك شايف اني تعبان ومحتاج اللي اهتم بيا فانا قلت يعني لما يكون عندي زوجة تهتم بيا هيكون افضل ولا انت ايه رأيك انا 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 مش مستدقل انا بسمعه ده ايه دي ايه دي واتستوعبي كل حاجة والله وبعدين انا عايز اسألك سؤال انت لابس الحجاب ده عن اقتناع اه ده اللي هو ازاي يعني انت لابساه عشان كلامنا وان انت اتأثرت وقرارت تخستيه في وقت حماسي ومشاعر منفعلة ولا انت من جواك مقتنعة بالحجاب ايه نعم كنت متحمسة لفعلا بسبب كلامنا وبعد كده لما قرأت واتمع انت اكتر حبيته وحبيت لبسه عارف انا زعلنا اقوى على نفسي وعلى عمري اللي ضع وانا كنت في غفل ما تقولش كده كل واحد ليه مراحل لازم يمر بها في الحياة واكيد ما حدش معصوم الخطأ ومن الزنوب وما كامل الا محمد عليه الصلاة والسلام لو علفات في توبة بتمحي كل الزنوب واربي من ربنا بيزيد المحبة وصدقيني انت ماشي في طريق كويس ربنا يعينك عليه ويا ربي تبقي رفقتي الى الجنة الله كلمة دي جميلة اوي عجبتك بجد جدا ربنا يكرمنا يا رب يا رب امي بقى روحي قطك لان ما ينفعشي توعدي هنا اكتر من كده حتى لو جده عارف حاضر تسبح على خير هرح اصلي قيامي الليل قبل ما نام حاجة جديدة تعلمتها منك اهو يا رفيقي الى الجنة باذن الله واخدت بعضها ومشيت وهو تنهد بحبه وقال اللهم احفظنا وعصمنا من الخطأ وجنبنا الشيطان اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك الله كن معنا ولا تكن علينا اللهم اجمعني بها في الدنيا والاخرة والتاني يوم كان الكل موجود مع دقايا اللي اختفت وما كانتش معهم وسلم قالت بينها وبين نفسها هتبدل كده ربنا يبادها عننا حاجة صعبة وحسن فهم هي بتقول ايه وقال سلمة من قلبي اي نعم كل حاجة فجأة كده وانا مش مخططة لأي حاجة بس فرحان ربنا يفراحك دايما يا حبيبتي ايه حبيبتك اه حبيبتي ونور عيني انا طول عمري كتوم وما بقولش حاجة لحد خالص وعمري ما كان لي علاقة مع بنت باي شكل من الاشكال كنت محصن نفسي من شهوات الدنيا والاخطاء بتاعت الشيطان وفضل عمر يتكلم وهي تسمعه لغاية ما تنهد وقال وعشان كده انا ما صدقت لقيتك وانت كنت زي من انت سبحان الله ربنا زرع فقل ببذرة ونمت بس في الاخر اتحقق الى ربنا عايزه والانا كمان عايزه واتقرعوا ميسك ايدها وان اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فانه لا يهدي لأحسنها الا انت يا الله وقنا سيئات الأخلاق والأعمال فانه لا يقي سيئها الا انت اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الملتزمين بذكرك وطاعتك والتابعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا من كل ما يغضبك ويبعدنا عنك واحفظنا من الحرام وحصنا من فعل اي فحشة واهدنا اليك يا ارحم الراحمين ربنا انبت منا زرية صالحة تعمر مساجد الله وتحفظ كلمة الاسلام وتعين الحق وتقف في وجه الظلم واي انها دمعت وقالت عمر انا مش متخيلة كل اللي بيحصل ده حسن بحلم لا ما تحلميش وان شاء الله اخف بس الساعة الاخر وانعمل فرح وتلبسي فستانك الابيض عرستي ماشي وفق يا رفقه الى الجنة وكانت اللحظة دي فرقة جدا في حياتهم ولما عمر خف عمله فرح فعلا بس كان بسيط وهي تغيرت بس للأحسن وكانت بتعمل كل حاجة علشان ترضي عمر ويكون مبسوط منها وبعد اربع سنين جواز كانت وقفة في المطبخ وهي شايلة ابن فارس وقال هيا ست الكل خلصت الاكل ولا ايه والله بحولها لسه بس عشر دقيق ويخلص وفارس قال بث نجعان ومش هقدر استحمل يا ماما طيب ايه رأيك احكي لك قصة عقبال ما الاكل يخلص وكده كده ماما وقفة هاي بيدها واسنانها علشان تخلص الاكل وتعبد احنا المفروض نقول ايه اعانك الله يا امي ويجعل في ميزان حسناتك وضحكت وقالت شكرا شكرا يا استاذ فارس يلا روح مع بابا بقى علشان يحكي لك الحكاية وابتسمت لأمر وهو كمان ابتسم لها واخذ سيفه راح يحكي له الحكاية وهي رجعت تبص للأكل وبتفتكر كل اللي مرت به في السنين اللي فاتت وقال ديه سبحان الله ما كانتش متخيلة ان كل ده هيحصل وتتحجب وتقرب من ربنا وتتجوز بشخص زي عمر ويغير حياتها كده بس افتكرت كلام عمر وهو بيقول ربنا بيجعلنا فرص وأقدار لبعض بيلاقي نصه اللي بيكمله بطريقة محببة لقلبه وانا وانت طرقنا تجمعت في نقطة واحدة والحمد لله عرفنا نصبنا وابتسمت وقالت سبحان الله جاي زيارة شهر طلعت زيارة عمر وتغيير حياة الحمد لله كثيرا على قدره وعلى هدايته لي ويجاه عمر من وراها وقال لسه بدري ولا ايه لا لا يا رفيقي لالجنة خلصت وابتسموا وبس رسها وقال ماشي يا دلعت الحلوة دلعت ايه بقى ده كان زمان كبرنا هتفضلت لعمرك زهرة بتفتح من جديد قدامي يا حبيبة عمري انت أجمل الأقدار واكتشفت ان ربنا بيبعت رسائل كتير بتدل على حبه للعبد وانت أعظم رسالة قتلي ويه وقاطع كلامها صوت فارس اللي بيقول أنا قعت حرم عليك بقى وعمر تنهد وقال خلاص يا هدم الملزات جينا هو فارس الإسلام ابنك ده هيربي الهسهس ليك ها 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 هو وأمه لا والله يا شخو عمر انت عمري وحياتي يا رفيقتي للجنة بارك الله فيكم وجنبكم المعاصي انتو كل أبناء المسلمين أمين أمين وإلى اللقاء في قصة جديدة أحلى وأحلى مع حكاية هانا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة